دي لوسي البنت الرومانسية واللي حبت واحد من النظر الاولى وده لما شافته في محطة القطر اللي بتشتغل فيها هي شايفة فرس احلامها وتأكد ان في يوم الايام حيكون عندها فرصة علشان تعرفوا بنفسها واللي هي اكيد حتكون بداية قصة حب جميلة بينهم لوسي عايشة لوحدها وهتحتفل بالكريسباس برضو لوحدها رئيسها في الشغل عارف ان ما عندهاش عيلة علشان تحتفل معاهم في العيد علشان كده بيحاول يكنها حتكون في الشغل في اليوم ده كانت رفضة في الاول بس لانها فعلا ما عندهاش حد احتحتفل معاه علشان كده وفقت هي ما كانتش تعرف ان الليلة دي هي لاتغير حياتها وتخليها تحقق حلمها اللي كانت بتتمنيه ولما راحت الشغل كانت بترايق بالعائلات السعيدة مع بعض وهي حاسة بالملل جي فارس احلامها ووقف قدامها وقال لها عيد سعيد ومشي قبل ما تلحق ترد عليه كانت زعلانة علشان ضيعت الفرصة الوحيدة اللي كانت ممكن فيها تتعرف عليه وهي بتبص عليه لقيت اتنين حرمية تعرضوا ليه علشان يسرقوه وكانوا سبب انه وقع على قطبان القطر جريت بسرعة عشان تلحقه حاول التفاواءه بس فشلت ولان القطر كان جاي سحبته بسرعة وانقذت حياته راحت بيه على المستشفى ولما سألوها عن اسمه هي اصلا ما تعرفش اسمه ولا اي حاجة عنه والدكتور طبعا رفض يدخلها لانها مش من العيلة ولما ماشي الدكتور قالت بصوت عالي انا كنت حتجوزه ممرضة سمعتها وافتكرتها خطبته علشان كده ساعدتها انها تتخله مش كده وبس الممرضة كمان نشرت في المكان كله انها خطبته وانه تحسن لما شافها وهي عنده وصلت عيلته واللي عرفوا ان ابنهم في غاي بوبة مانطو مش مصدق انه بيحصلوا كده في الكريسمس ولما سأله ايه اللي حصل لوسي قالت انه ويع في محطة القطر بابا سألها انتي مين الممرضة قالت انها خطبته العيلة مش مصدق انه خطب من غير ما يقولهم لوسي مصدومة بتحاول تشرح لهم بس محدش ميدلها فرصة تتكلم الجد حست انها تعبانة عشان عندها مشاكل في القلب وده خلى لوسي تضطر تسكت وما تقولش الحقيقة دخل الدكتور واللي كان رافض وجود اي حد مش من العيلة وطبعا كان قاصد لوسي عشان هو عارف انه ما لاش اي علاقة بالمريض ولما عرفوا انها انقذت حياة ابنهم من الموت الاب قالوا انها من العيلة دي خطبته الام اتأثرت جدا وعايتت وحضنتها لانها كانت تتمنى ان ابنها يتجوز بنت طيبة العيلة كلها متأثرة ولوسي مش عارفة تعمل ايه في الورطة دي العيلة بترائب لوسي شايفينها جميلة ورائية عايزين يعرفوا ازاي تقبلت هي وبيتر لوسي طبعا حكت عن مشاعرها وقالت انها انبهرت بابتسامته وده لما شافته اول مرة من اول لحظة اعجابت بيه وعرفت ان حياتها مش هترجح تاني زي الاول الاسرة كلها بتسمع كلامها وهم في منتهى السعادة والفرح لابنهم ده جرها واللي عايز يخرج معاها هو عايز اي بنته وخلاص تكون صاحبته طبعا لوسي مش مهتمة بيه وبالليل ما كانتش قادرة تنام علشان كده راحت المستشفى ودخلت عند بيتر عرفته بنفسها وان اهله افتقروهم مخطوبين قالت له انها فورطة بس ده حصل غزبا عنها حكيت له ان هي وصغيرة كان عندها احلام انها تقابل فتأ احلامها لكن الواقع انها بقت وحيدة قالت له انها عاشت معاي الحب من اول نظرة وتمنت تكبر معايه وده رغم انهم ما تكلموش قبل كده كان بيسمحها الصديق المقرب للعيلة وعرف الحقيقة كلها الصبح وصلت العيلة واللي شافوها جنبه واعتبروا حبهم منتهى الرومانسية عزموها على العاشة لان لسه محتفلوش بالكريسماث وده بسبب اللي حصل لابنهم اعتذرت بس ادولها العنوان وحيستنوها قررت تروح وتكون وسط العيلة ويا دخلة قابلها الاب الروحي لبيتر واللي عرف منها ان باباهم وميتها ماتوا وانها وحيدة هو الوحيد اللي عارف الحقيقة انها مش خطبته بس كل املوا انها ما تجرحش حد من العيلة صدقها لما ليتلوا انها مش ممكن تدايقهم قابت ليلى جميلة وسط العيلة وهي مفتقدة المشاعر اللي بينهم العيلة جميلة فعلا وهي حاسة انهم بيعملوها كأنها واحدة منهم ولما نامت جي ابنهم الزغير جاك واللي ما كانش مصدق انها خطيبة اخوه بيتر الصبح قررت تخرب بسرعة قبل ما حد يشوفها لكن جاك كان واقف على السلم مستنيها وكانت هتعترف لي بالحقيقة لكن لما راحب بيها في العيلة سكتت جاك عارف اخوه ان لو خطب كان حيعلن الخبر لكل العيلة الاب مقتنع انها خطبته لكن جاك مش قادر يصدق وخاصة انه حاس ان هي الصبحي كانت خارجة من البيت كأنها هربونة لوسي استلامت حاجات بيتر الشخصية وهي بتتفرج على صوره لقيت علبة لأكل القطة عرفت ان عنده قطة اخدت مفتاح بيته ورحت بسرعة علشان تأكلها في نفس الوقت جاك وصل على بيتها ولما سأل عليها جارها قاله انه يعرفها طبعا لانها حبيبته لما وصلت على البيت بتدور على القطة جيش جاك وقال لها انه هو ما عندوش قطة اصلا بس بعد سواني ظهرت قطة واللي ظهورها انقذ لوسي بس لما التليفون رن قال لها من الطبيعي اللي تردي على تليفونه انتي خطبته قالت له انها ما عنداش رغبة ترد دلوقتي علشان هي مش غولة ولما رد كان تليفون ليها من المستشفى لما اخدت التليفون قلت لهم عايزيننا نتبرع بالدم قال لها خلاص هروح معايكي نزل بيها الجراش وكان بيختبرها وانها اكيد عارفة عربية خطبها وبالصدفة شغلت العربية راحوا المستشفى وهم لتنين اتبرعوا بالدم والدم اهله فضل يسألها اسئلة كتير عن حاجات اللي بيفضلها بيتر وكانت بتجاوب بالصدفة لغاية ما انقذتها مامته جاك قال لهم ان هي ليها صديق عند بيتها لازم نتأكد انها خطيبة بيتر لوسي كانت قابلت بالصدفة صديق بيتر في المستشفى واللي قال لها عن حدثة حصلت له قبل كده وعرفت العيلة انه عنده اصابة في منطقة حساسة اتأكدت الام وطبعا كده كلهم صدقوها راح بيتها ساول للأب الروح لبيتر عرفها انه عارف الحقيقة وانها مش خطبته قال لها مفيش داعي حد يعرف اي حاجة لان زي ما انت محتاجة للعيلة هما كمان محتاجين لك لانهم حسوا ان بيتر رجع تاني لهم لما شافوك هو طلب منها كده لما عرف انها بنت كويسة جدا وحتسعد بيتر وكمان العيلة كلها علشان كده قرر يساعدها جاك كمان جالها البيت علشان يوصل هدية من باباه وهي قطعة اساس من مصنعهم الخاص لما فتح العربية لقيت كرسي من الخشب اعجبت بيه جدا لكن ده مش الهدية اعجبت بالكرسي واللي من صنع جاك وهو فنان بس التزامه مع باباه ومش قادر ينفصل ويعمل شركة لوحده هي فضلت تحط الهدية ببيت بيتر علشان كده راحوا هما الاتنين علشان يوصلوا الكنبل هناك هما الاتنين اتقربوا البعض جدا قضوا وقت طويل وحقوا فيه كل تفاصيل حياتهم ضحكوا كتير ولوسي بدأت تعرف انها معجبة بيه راحت لصديقها واللي عرفته انها بتحب جاك أخو بيتر ورغم كده ما تقدرش تقول الحقيقة علشان خايفة تجرح مشاعر العيلة العيلة اللي هي حبيتهم كأنها علتها جاك كمان معجب بيها وشايف ان اخوه محظوظ بخطبته فاق بيتر من الغيبوبة طبعا معرفش لوسي واللي سأل عنها اول ما فاق الاب افتكر انه فاقد الزاكرة حتى ان الدكتور قال لهم بيحصل في بعض الحوادث فقدان زاكرة مؤقت وبعد فترة بيتحسن بتطلب من سوله ان يساعدها ويقول لهم الحقيقة بس بتلاقي نفسها لوحدها قدام العيلة لكن بعد كده راح لبيتر وقال له انه يلازم ينكس في عيون لوسي ولو لأ نفسه مش قابلها يفسخ الخطوبة فورا لكن لو لأ نفسه مرتاح لها يدي لها فرصة ويتقدم لخطبتها واكد له انه واثق انه هم حيكونوا صعدة مع بعض بيتر فعلا عجبته لوسي لما تكلم معاها وقرر يتجوزها وقال لأخونا حيبدأ معاها حياة جديدة مختلفة لانها مثالية عرض عليها الجواز ولما راح لها جاك البيت قالت له ديني سبب واحد عشان ارفض الجواز من بيتر قال لها انه ما عندوش اي سبب فهو ما يقدرش يكون سبب في حزن اخوه العيلة يوم الفرح واللي كان في المستشفى لان بيتر لسه مريض دخلت لوسي واللي كانت بسيطة وجميلة والعيلة كلها معجبة بيها لكن لما قربت من بيتر اعترضت على الجواز ولما بابا سألها قالت له انها بتحب ابنه القب قال لها ما انا عارف قالت له لا مش ده اللي وراء وتقصد جاك عرفتهم الحكاية كلها وانها اسفة بس خافت على زعلهم وكمان كانت معجبة بالعيلة وهو الشعور اللي فقدته بعد موت اهلها الاسرة اتأثرت جدا بيتر الموضوع مش فارق معاه فهو مشاعره مش حقية جاه لوسي عكس اخوه رجعت على حياتها مرة تانية وعلى شباكة تذاكر شغلها وتفاجأت بخاتم جواز قدامها وكان جاك والعيلة كلهم وربعة ولما دخل عليها كانت سعيدة جدا وافتكرت كلمات باباها ان الدنيا بتمشي ازاي ما احنا خططنا لها لانها كانت بتخطط لجواز من بيتر بس اتجاوزت اخوه واللي قدر يجمل حياتها لانه شبهها قوي اشتركوا في القناة